أعلنت وزارة تعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغة حتى الآن 235 ألف طالب وطالبا على موقع التنسيق الإلكترونية وأكدت الوزارة جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسع صباحا حتى الثالثة ظهرا طول فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونية وأستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء السبت